أعوذ بالله من الشيطان الرجيم باسمك اللهم وبحمدك وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين سلسلة للاتصال بين الأبحاث وننهي بهذا بحث الضمائر بقيت لنا مسألتان مسألة أصيلة في باب الضمير ومسألة ملحقة لو تذكرون كانت القواعد كالتالي قاعدة أولى مع إمكان الوصل بين الضمير وعامله لا يجوز الفصل لا يجوز الفصل وهو تطويل بلا طائل فما أمكن الوصل فهو متعين وباختيار لا يجيء المنتصل إذا تأتى أن يجيء المنتصل انتهى في موارد الضرورة أجزنا ذلك ونقصد بالضرورة ضرورة الشعر ضرورة الشعر حصرا انتهى مسألة ثانية إذا ما اتصل أكثر من ضمير بالعامل كيف نفعل؟ قال التزم تقديم الأخص ثم الأخص ثم الأعمل فقل ملكتك إياه أو سلنيه أو إلى آخره كنته فقدم الأخص وهو المتكلم على المخاطب والمخاطب على الغائب ولو وصلت أو فصلت كان لك الخيار وهو المشار إليه بقوله صل أو افصلها أسلنيه وما أشبهه انتهى وفي كنته الخلف انتما كذا كخلتنيه ما كان أصله مبتدأ وخبر انتهى يقول هذه المسألة الجديدة إذا وصلنا أكثر من ضمير في العامل قدمنا الأخص طيب لو كان في الاتصال اتحاد في الرتبة اتحاد في الرتبة كما لو أردت أن أصل بين ضميرين متكلمين أو بين ضميرين مخاطبين أو بين ضميرين غائبين كيف أقول انت ذكرت لي ضرورة الوصل مع الإمكان وتقديم الأخص أليس كذلك فأقول سلنيهي أقدم ضمير الخطاب على ضمير الغائب صح كنتهو أقدم ضمير الخطاب على المتكلم على ضمير الغائب صح طيب لو اتحدت الرتبة بين الضميرين كيف أقول أنا أريد أن أنسب الملك إلى نفسي فأقول أنت ملكتني نفسي شكرا لك أنك وهبتني نفسي أعطقتني فكيف أقول ملكتني ذاتي ملكتني نفسي طيب إذا أردت أن أجعل بدل النفس ضمير المتكلم كيف أقول ملكتني إياي أو ملكتنيني قل لا وفي اتحاد الرتبة إلزم فصلا إذا اتحدت رتبة الضميرين فكانا معا لمتكلم ملكتنيني غلط قل ملكتني إياي يعني ملكتني نفسي أسمعتنيني قل لا أسمعتني إياي عرفتنيني قل عرفتني إياي إذا وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا ومثله لو اتحد الضميران في خطاب أنا ملكتكك غلط أنا ملكتك إياك أنا ملكتك ذاتك يعني هذا أريد أن أقول أنا ملكتك نفسك فأقول أنا ملكتك نفسك ثم أقول أنا ملكتك إياك ولا أقول ملكتكك لماذا؟ لأنه في اتحاد من الرتبة يلزم الفصل بين الضميرين فتصل واحدا وتفصل الآخر بعد وفي اتحاد الرتبة الغيبية أيضا كذلك يجب الفصل إنما إنما تجيز الغيبة أحيانا وصلا كيف؟ الآن سأذكره إذن لو اتحدت رتبة الضميرين للمتكلم التزمنا بالفصل ملكتني إياي وللخطاب ملكتك إياك ولا أقول ملكتنيني أو ملكتنيني ولا ملكتكك لكن في حالة الغيبة كيف أقول البيت أو الشخص ملكتهه قل ملكته إياه قل ملكته إياه أفصل أفصل حتى في ضمائر الغيبة افصل لكن قد يبيح الغيب فيه وصلا أعيد وفي اتحاد الرتبة الزنفصلة في خطاب في ضمير المخاطبين أو ضمير المتكلمين أو ضمير الغائبين انتهى إنما في ضمير الغائب بالخصوص إذا اختلف الضميران الغائبان بين إفراد وتثنية أو بين إفراد وجمع سمعت من العربي سمعت من العربي جملة موصولة مثاله لا أقول ملكتهه وَلَا أَقُلْ وَهَبْتُهُوهُ قُلْ وَهَبْتُهُ إِيَّهُ لكن إذا كانا اثنين ملكتهما شيئا واحدا كيف أقول ملكتهما هو لا يلزم أن أقول ملكتهما إياه الذي أجيز هنا في البين مش الرتبة الرتبة للغائب كلاهما للغائب بس الكم بينهم غائب مفرد وغائب مثنى أو غائب مفرد وجمع فأقول أنا ملكته موه ملكتهم إياه يجاز عندئذ في حالة اتحاد رتبة الغائبين إذا اختلف الضميران بين إفراد وتثنية أو بين إفراد وجمع أن أصل بين الضميرين وليست خلافا لقاعدة اتحاد الرتبة ولذا قال المصنف الكريم وفي اتحاد الرتبة إلزم فصله وقد يبيح الغيب فيه وصله الغائب مع الغائب قد تجد جواز وصل قل متى إذا اختلف الإفراد والتأثنية والجمع بينهما واضح إن شاء الله تم قال وفي اتحاد الرتبة أي رتبة الضميرين بأن كانا لمتكلميني من قبيل ملكتنيني غلط ملكتني إياي أو مخاطبيني ملكتكك خطأ قل ملكتك إياك أو غائبيني من قبيل ملكتهه خطأ قل ملكته إياه انتهى وقد يبيح الغيب طبعا إلزم فصلا للثاني يعني أفصل بينهما وقد يبيح الغيب فيه وصله رتبة الغياب قد تجيز الوصل بين الضميرين وهي في حالة اختلاف بينهما إفرادا وتثنيه من قبيل ملكتهما هو لو كان ضمير مفرد بضمير مفرد بيقول ملكته هو خطأ أقول ملكته إياه لكن لما صار فيه عندي إفراد وتثنيه مختلفة صار اللفظ سهل والأنس فيه موجود وزد عليه والعن يزيد وقل نقل الاختصاصيون عن العرب أنهم قالوا ولذا ما التزم بها المصنف الكريم وجوبا إنما أعطاك حكما جائزا قال قد يبيح والإباحة لا تعني رجحان ابقى على الرجحان في الفصل إذا اجتمع لديك ضميران فافصل الثاني عن الأول نزل جميع مراحل الضمير منزلة باستحباب الفصل أو وجوبه لأنه في اتحاد ردبة لزم فصلة قد يبيح الغيب فيه وصلة لهو حالة الاختلاف بين الإفراد والتثنية مش واجب الفصل جائز جائز قال وقد يبيح الغيب فيه وصلة لكن لا مطلقا بل مع وجود اختلاف ما بين الضميرين أي اختلاف هذا وكيف يختلف الضميران وهما من رتبة واحدة قل يختلفان لا في الرتبة يختلفان في الكم هذا لمفرد وهذا لمثن او مجموع فاذا صار في عنا في حالة الغيبة اختلاف بهذا جاز كأن يكون احدهما مثن والاخر مفردا ظني ان المصنف الكريم هنا او المصنف الشارح الكريم هنا قد فسر كلام المصنف الكريم في حالة واحدة يباح الوصل فيه متى اذا كان احد الضميرين مفردا والاخر مثن مش اذا كان احد الضميرين مفرد والاخر مثن او جامع بعبارة اوضح يلتزم الشارح الكريم بتطبيق رأي المصنف المات على قوله يجوز لك ان تقول اكرم ملكتهما هو حصرا ملكتهما هو بس بس ملكتهما هو لا يصح عنده لكن الحق انه اجازه اهل الاختصاص ايضا اذا ما الذي اجازه الاختصاصيون اختلاف الضمير بالافراد والتثنية والجمع مش تثنية فقط قاد كأن يكون احدهما مفر مثنى والاخر مفرد ونحوه اس ونحوه يمكن تلزمنا وتقول ونحوه يعني ونحوه المثنى من الجامح حصرا اقول ايها المصنف هل يعني قولك هذا هل يعني قولك هذا الانسياب والانسحاب لو اختلف ضمير الغائب مع الغائب في التذكير والتأنيث هل يجوز مثل على ذلك هل يمكن ان يقال ملكتها هو ولا ملكتها اياه ملكتها هو ولا ملكتها اياه هون اختلاف الضمير الغائب اختلاف التأنيث والتذكير فهل يجيز المغيب هذا الاختلاف في التذكير والتأنيث الوصل قالوا ليس في الفصيح اصلا اذا اختلاف اختلاف الضميرين بين التذكير والتأنيث لا يباح فيه الوصل اقول لك فانت والاستماع الى نقول العرب فانها سماعية غير قياسية هذه المسألة سماعية غير قياسية ما عنا ولا ضابطة نطبق عليها قاعدة هنا انما الفصاحة وعدم الفصاحة ما صح نقله عن العرب اللي صاير عنا هون ان المصنف نقل شعرا والشعر لا قياس عليه وهو قول الشاعر لوجهك في الاحسان بسط وبهجة انا لهما هو هذا الشهد فيها انا لهما هو مثل قولي ملكتهما هو طبعا اذا كان في عندك اختلاف في الرتبة بلا شك صل بين الضميرين ملكتكما هو ما في مشكلة ملكتكما خطاب ثم غيبة هو ملكتكما جغة اخرى في رواية اخرى انه هذا المؤسس الوالد المربي هو الذي اعطاك ان تقتدي به حقا فصار لك بهجة وصار لك احسان اذا اذا لاتباعك واقتفاء اثر ابيك ولذا قال لوجهك في الاحسان بسط وبهجة انا لهما هو يعني اعطاه اعطايهن شيئان اعطاي اعطاش شيئين شيء واحد شو هو قفو الكرامي والدي قفو يعني اتباع اقتفاء شاهد فيه انا لهماه شو كان لازم تكون بالنثر انا لهما اياه انا لهما اياه جميل انتهى انتهى ونحو قول الفرزدق بالباعث الوارث الاموات قد ضمنت اياهم الارض في دهر الدهارير الفرزدق شاعر مفلق في الزمن الاموي والهوى العلوي كان صادقا ما استطاع اليه سبيله وكان مادحا للكرام عليهم السلام لكن فرض عليه او طلب منه ما يطلب من ابواق اعلامية في ايامنا فمال واستمال على كل حال ان شاء الله بيكون ممدوح وبيكون ختامه الى خير وهو قد ذكر على لسان بعض الامة عليهم السلام من قبيل السجاد وعلى ما في ذكر للباقر عليه السلام ايضا ذكر على كل حال الفرزدق يقول بالباعث الوارث الاموات يقسم يعني يقسم بالباعث بالوارث بالوارث بالباعث الاموات انه قسم المقسم هذا على ما يقسم قد ضمنت اياهم الارض قد ضمنتهم الارض يا ايها الفرزدق قد ضمنتهم الارض طيب الشهد وين قد ضمنت اياهم كلامنا وين كلامنا في الوصل هذا ليس شاهدا على ما نحن فيه ايها المحقق كل كريم احسن لا مش هون هو لا عم بيجيبه على شيء شيء اخر قد يبيح الغيب وفيه وصله عند الاجتماع الضميرين وهنا ليس من اجتماع ليس من اجتماع الضميرين اذا هذا شاهد على ما ايها المحقق على ما اقحمت الشاهد هنا قال على الضرورة على الضرورة السابقة مش تدل اجتدل بها هو شكان ايل وفي اضطرار اذا اختيار لا يجيء المنفصل اذا تأتى ان يجيء المتصل خلى هذه الاستثناء في اختيار ثم قال وقد يبيح الغيب فيه وصله فصار في عنده ضرورتين ضرورة فصل مع امكان الوصل وشاهده بالباعث الوارث الاموات قد ضمنت وشاهد على قد يبيح الغيب فيه وصله جاب انا له ماه قفو اكرم والدي اعيد اتى المصنف الشارح الكريم بشاهدين على ضرورتين الشاهد الاول انا له ماه عليكم السلام الشاهد الاول انا له ماه قفو اكرم والدي شاهد على امكان اباحة الغيب للوصل هذا هذا شاهد والشاهد على في اختيار لا يجيء المتصل اذا تأتى لا يجيء المنفصل اذا تأتى ان يجيء المتصل الشاهد الثاني على هذه الضرورة الاولى وان كان اقحاما غير موفق لانه مش هون بيجيب الشاهد كان لازم هذا الشاهد وان يكون قبل صفحتين او اكثر اكثر وفي اختيار لا يجيء المتصل اذا تأتى ان يجيء المتصل لازم كان يستدل والضرورة كقول الفرزدق بالباعث الوارث الاموات قد ضمنت اياهم الارض من دهر الدهار ادري هو هذا اقحام غير موفق جعلوا بس من باب الضرورات الاخيرة انتهت المسألة اللي كانت من مسائل الضمير الان ملحق شوه الملحق لما كان الكلام يا احبتي حول وصل الضمير والاسماء بالفعل ناسب ان نذكر حالة وصل الحروف بالفعل اعيد الفعل يتصل به الضمير ولا عيب في هذا فان الضمير من الاسماء وهو فاعل والفاعل كما يستتر فيه يظهر متصلا به صحيح افعل وين الفاعل انا ضمير مستتر وجوبا تقديره انا فعلت وين الفاعل التاء وهي اسم ضمير متصل بالفعل جيد زيد فعل وين الفاعل ضمير مستتر يعود على زيد اذا الفعل واتصاله بالفاعل كثير بل هو القاعدة الطبيعية كلامنا هنا لما وصلنا الى وصل الاسماء بالافعال اقحمنا او الحقنا وصل الحروف بالافعال هل تتصل حروف بالافعال فيه بيلك هكش ايه فيه عدد معي نون التوكيد باصنافها نون التوكيد حرف وليست اسما نون النسوة اسم لانها ضمير واو الجماعة اسم الف الاثنين اسم هذه اسماء لانها ضمائر بس تتصل حروف بالافعال وقد اشير الى ذلك المعنى لكن تلك الحروف التي اتصلت بالافعال يا اخي كان لها طائل ولها هدف والله كان لها هدف فاطمة 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 استشهدت التاء ليست ضميرا لكنها للتأنيث علامة املائية سورية تدل على ان الفاعلة مؤنث جميل فلها معنى طيب ليسجنن النون حرف ادخلت على الفعل لكنها افادت التوكيد فلها طائل لها هدف جميل اكرمني النون هذه ادخلت على الفعل ما معناها لا معنى لها ابدا اعيد وصلنا اسماء بالافعال وهي الضمائر ووصلنا حروفا ذات معنى بالافعال كانون التوكيد وتاء التأنيث ولكن ان نصل ان نوصل حروفا لا معنى لها بالافعال لماذا اليس هذا الاسراف بعينه اخي نعيم لماذا نوصل حرف النون بالفعل لماذا ما الهدف منه انا اقول ضربت وضربه واكرمني اكرمني لماذا هذه النون شو هي اسموها بنون الوقاية وشو هي هذه النون الوقاية قالوا الفعل اعتز بنفسه وقال انا من الذكور الذين لا ينكسرون صح فممنوع ان ينكسر هذا الفعل لان الكسر من شيام الاسماء الجر من شيام الاسماء انت شفتلك شفف فعل مجرور لا والله انا شفت ناس بينجروا وشفت اسماء كبيرة بتنجر انت رأيتها كذا انا رأيت اسماء كثيرة على مر التاريخ مجرورة مربوطة ومجرورة مجرورة بماذا بحرف جر صح ثلاثة اربع الناس مربوطين ومجرورين او حرف واحد يا احمد بجر جبل حرف هؤلين يعبدون الله على حرف مثل حرف الفي بجر جبل تقول بالجبلي في الجبلي ودقوا بالجر اذا الجر من علامات الاسماء والكسر من علاماتها لكن الكسر لا يقرب الافعال الافعال مضمومة او منصوبة او مجزومة مرفوعة او منصوبة او مجزومة بس مجرورة افعال مجرورة انا لم اجد لكني وجدت انا وانت ان ياء المتكلم ياء الانانية تكسر ما قبلها ياء الانانية ما دخلت على شيء الا وكسرته صح اقول بيت عندما تضيفه الى ياء المتكلم شو بصير بيتي انكسر الدين اذا اضيف الانانية انكسر تقول ديني الياء للمتكلم يناسبها كسر ما قبلها طبعا في ياء اين بيكسروا اللي قبلهم شو هنه ياء الانانية وياء النساء هو بيكسروا بيكسروا ما قبلهم وما قلبهم بيكسروا جيد ورح زيد هلأ وقال لك وقال لك انه ياء النساء اقوى من ياء الانانية اقوى وراعطيك امثل عليها اذا اذا اتصلت ياء المتكلمين بالفعل انكسر اكرمه اذا وصلت به ياء المتكلم كيف تقول اكرمني لماذا النون قال لان الياء يكسر لها حرف الميم اذا اتصلت به والفعل يأبا فامنا حطينا ادات عازلة بين الفعل وبين الياء اسميناها ياء العزل ياء الوقاية ياء الفصل عفوا النون نون العزل نون الوقاية نون الفصل هذه النون هي فقط وفقط حتى تقي الفعل من الكسر شو صار الفعل اكرمه بقي مفتوح الاخر لان فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على اخير بقي اكرمني الكسر وان صارت على النون والنون بعدها ياء فالذي كسر هو حرف النون والذي سلم هو الفعل فكانت النون لاجل الوقاية للافعال من الكسور صح صار اكرمني كلام صحيح اذا هذه النون وجدناها في الافعال بلا معنى فقط لاجل ان تقي الفعل من الكسر هذي نون ماذا نون الانانية ولم يفعلوا هذا مع نون النساء فبقيت بقيت افعلي وتفعلين ما ما ادروا يرفعوا الافعال من الكسر اذا ادخلت عليها ياء النساء ياء المخاطبة فأي الياء اين اقوى ياء الانانية ولا ياء النساء لا ياء النساء ليه لان ياء الانانية على اعتزاز الانسان بانانيته او اتب يترك انانيته دينه بروح باتجاه ياء النساء النساء النون هذه تسمى نون ال وقاية وقت الفعل من الكسر جميل لما نشيفها الفعل مرتاح لها ادخلها على الماضي فقال اكرمني وادخلها على المضارع يكرمني وادخلها على الامر اكرمني حافظت النون على الوقاية في كل الحالات للفعل لما انخلص الفعل منها وشيفها قابل للاستعمال والاستخدام اما الحرف عاجبته هذه الفكرة وصار الحرف بده يتشبه بالافعال فادخلها كثير من الحروف على انفسها عندما يتصلون بنون بيائل متكلم مثاله اني انه حرف مشبه بالفعل صار انني عجبته من انني وإلا عجبته من انني الحرف لا يقبل لا يقبل كسر بعدان الحرف اصا صار بده يطلع له يحكي يعني يتشبه بالافعال وهو الحرف لا يظهر معناه الا في سواه هذا اعتزاز كبير صار الحرف يطالب بتشبيهه بالفعل واخذ كثير من النونات الوقائية وحطها الحرف معه مثل احرف مشبه بالفعل فيك تقول اني فيك تقول انني اني وانني كلام صحيح بس شو بتقول لي انت بتقول لي اقبل منك هذا الكلام بس التفت هدا باي حروف لقيتهم بالحروف المشبهات قريبة للافعال لحروف المشبهة بالفعل نبقلك لا لانه حتى من وعن من وعن اخذتهم الغيرة واخذتهم التشبه بالافعال واخذتهم تشبه بالافعال شو هو الحرف من من البيت من البيت عن الله ها لما بتضع بتضيف له بتدخل علي يا المتكلم تعرف شو بتصير مني عني صاروا نونين هاي النون التاني من ان اجد نون وقايا والله بالله طالله وإلا الحرف مخفف مخفف من الله العلي العظيم عن الرسول الكريم نون مخفف لمن بتدخل عليها صلى الله عليه وآله لمن بتدخل عليها يا المتكلم شو بتصير عني ومني اذا الحرف اخذ نون الوقاية لنفسه ووقع نفسه من الكاسر اذا لا تختص هذه النون بالاحرف المشبهة بالافعال وجدناها في الاحرف المشبهة بالافعال ووجدناها في غيرها بل نزيد ولعن الله يزيد اتأملت بدعواك انت وبكلامك لما نقلت الاحرف المشبهة بالفعل هي اللي اخذت النون للوقاية طلعت فيها الاحرف المشبهة بالفعل ما وجدتها جميعا تطلبها وجدت العرب يقلون من قول ليتني ويقولون ليتي يستعملون ليتني كما يستعملون ليتي ويستعملون لعلي ويستعملون لعلني بل لعلي اقوى واكثر انتشارا فيي يقول لك اني ليتي قليل ليتني اكثر ليتني كثير استعمالها هذه ليتي قليل يقول لك ايه مش عاجبك هذا روح للعل لعل بلا شك ولا ريب الافصح والاشهر فيها ان تقول لعلي ولا تقول لعلني يجوز يجوز وفصيحة لكن الاكثر لعلي اذا حروف طلبت نونا على مستوى الفصاحة والافضلية لي من عن صارت عني ومني ومن المشبهات بالافعال ليتني وحروف تقبلها على مضض ولا تريدها لو تركت ونفسها اللي هي لعل تقول لعلني انو انو كأنو لكن الخيار واحد لكنني لكني كأنني كأني اني انني واني انني خلصت خلصت قال وقبل وقبل النفس شو هي النفس يعني يا المتكلم يعني يا الانانية وقبل يا النفس اذا كانت مع الفعل منفص متصلة به التزم نون وقاية يعني لابد من ادخال كنون الوقاية بينها وبين الفعل سميت بذلك قال المصنف لانها تقل فعل من التباسه بالاسم المضاف الى يا المتكلم شو يعني شو يعني يقول يا تدخل على الاسماء فتقول كتابي وحقلي وحلقي وتدخل على الفعل تدخل على الفعل حلقني حقلني ضربني اذا حذفت النونات منها يشتبه بينها وبين الاسماء شو الفرق بين حلقي وحلقني من حيث الاملاء واحدة اذا تميز الاسم عن الفعل اذا اتصل بنون بياء المتكلم او نقول دغري فرد مرة لانها تقي الفعل من الكسر وبعد اذ لو قيل في ضربني ضربي لالتبس بالضرب وهو العسل الابيض الغليض ضرب معنى كلمة ضرب بالفتح وهي وهي من الاسماء وهي نوع او زق وكم من العسل السميك ضرب من عسل بقوله ومن التباس امر مؤنثه بامر مذكره اذ لو قيل اكرمي واكرمني اذا اتنيتم بدون يا بدون نون فمخاطبة المؤنثة ومتكلم بصورة واحدة قاصلا الى آخر وقال غيره لانها تقيه من الكسر المشبه للجر للزوم كسر ما قبل اليأ انتهى قل هذا كل الافعال تطلبه كل الافعال ماضيها اكرمني مضارعها يكرمني امرها اكرمني لكن كل الافعال في موادها قلنا لا فان ليس فعل ماضي ناقص ليس فعل ماضي ناقص ها ولم تدخل عليها النون في الفصيح لا يقال ليس ني او يقال ليس ني يقال ليس ني لكن يقال ايضا ليسي ولذا قال وليسي بلا نون قد نظم وإسا قد نظم للضرورة لا قياس عليها يقول الشاعر عددت قومي كعديد الطيسي اذ ذهب القوم الكرام ليسي اقسم منه لعند الناظم لعند القائل انه كلام مصنوع وراء الباب لا قال له شاعر وله قريب من قول العرب مصنوع مصنوع فعلا وعليه اثار التعمد يعني كانوا النحات يكبروا على بعض من باب التحدي وكل واحد منهم يدعي ان العرب ينطقون على قاعدته ويروح يجيب له كم واحد من الاعراب ويسأله يقوله كيف تقول ليسي ولا ليسني يكون هو يعاطيه من الدراهم على قدر النون تنوينات ويحطيه وهذاكي يقول نعم لا لا قال شاعرنا عددت قومي كعديد الطيس الذهب القوم الكرام ليسي سشو الطيس قال الشطاني من الرمال التي لا يعرف عديد الحب فيها انه اذا بدك تحداني بالقوم انا قومي كعديد الطيس يعني كعديد الرمال في البحار عديد كثير جيد الذهب القوم الكرام ليسي انه بيطاني ولا يجيء في غير النظم الا بالنون كغيره من الافعال كقولهم عليه رجلا ليسني استحطت هدي ليسني يعني بالله عليك مسموعة قول لست لست خليك شوي فصيح ابن يعرف شو ليسني انت سمعها ليسني فليس ني وليس على حد على حد من الغرابة والافصح انت قل لست احذف الياء واصل بها الضمير والسلام يقول وليتني فش هذه من الاخوات ان ليتني فش وليتي فكنها نادرة فش اي كثر وذاع لمزيتها على اخواتها بالحروف المشبهة بالفعل يدل على ذلك السماع اعمالها مع زيادة ما مع زيادة ما عفوا كما سيأتي وفي التنزيل يا ليتني كنت معهم وليتي بلا نون ندرة اي شذ بس شذ يعني قل في الفصيح قال الشاعر كمن يتي يعني التمني جابر اذ قال ليتي اصادفه وافقد جل مالي ليتني اصادفه ولو كان فيها جل مالي شاهد فيها ليتي هي ليتني ومع لعل اعكس يعني الشائع المشهور في لعل ان تقول لعلي بدون نون والنادر فيها لعل ني فتجريدها من النون كثير لانها ابعد من الفعل اللي شبهها بحروف الجر وهذه لعل بدون النون اقرب وهي كثير بتجر وحتى قيل بانها حرب جر ومنه قوله الشاعر يعني لعل الله فضلكم علينا الله مش الله على كل حال وفي التنزيل في قوله تعالى لعلي ابلغ الاسباب مش لعلني واتصالها بها قليل قال الشاعر فقلت اعيران القدوم لعلني اخط بها قبرا لابيض ماجدي فقلت اعيران القدوم القدوم يعني القدوم نحن نسميه القدوم يعني هذه المطرقة اللي الها اداة للحفر قدوم فحتى يخط ويحفر بهذا القدوم قبرا لماجد يعلم له نصبا في قبره فقلت اعيران القدوم لعلني مش لعلي وكن مخيرا في الحاق النون وعدمها في الباقيات شون الباقيات نعم شخص يمدحه بانه ابيض الوجه ابيض القلب وماجد معروف هذا ما بيسوأ انه قبره يندرس لازم ينخط له قبر اخط وكن مخيرا في باقي انه واخواتها حكيت لك عن ليت والافصح فيها ان تقول ليتني وحكيت لك عن لعل والافصح فيها ان تقول لعلي فما بال اني واني ولكني وكأني تقول انني ولا اني كن مخيرا في الباقيات كن مخيرا انه وانه ولكنه وكأنا نحو واني على ليلة لزار وانني على ذاك فيما بيننا مستديمها هكذا مستديمها بلى ما هلا شهد فيها واني على ليلة لزار من الزور والزور يعني من الشدة انا لائم بشدة عليكم السلام ورحمة الله وقال الفراء عدم الحاق النون هو الاختيار يعني الاكثر بلحاظ الاشهر اني مش انني قال عدم الالحاق في النون هو الاختيار ليش الاختيار قال قال الا ان يكون السما حاكما بيني وبينك والكتاب العزيز خير من نطق بلغة العرب كتاب العزيز ذكر معا انني واني ذكرتا معا نعم بكثرة في الكتاب العزيز واهطرارا خففا مني وعني شوف مني وعني هي بالاصل ما تحتاج الى نون وقايا لانها حرف من الله عن الله معي المتكلم شو بتصير مني وعني طيب فيك تخليها بلا تجديد فيك تقول مني وعني قال بلى وين نطق الشاعر مني وعني بعض من قد سلف من الشعراء ايها السائل عنهم وعني لست من قيس ولا قيس مني اقسم بمن خلق قيس ومن هون لعند الناطق لعند القائل انها مصنوعة بالقرب من الباب ايها السائل عنهم وعني لست من قيس ولا قيس مني والاختيار فيهما الحاق النون كما هو الشائع الذائع هو المعروف مني عني على ان هذا البيت لا يعرف له نظير في ذلك بل ولا قائل بل ازيل ولعن الله يزيل تلتر بعض ضرورات اللي بين من ركة تشبه اهلها واصحابها لا يصح الحاقها بالعرب اصلا اصلا وهي من مصنوعات الدراهم والدنانير خلف الباب وما عدا هذين من حروف الجر لا تلحقه نون يعني ما في تقول لني ما قصدك بلني ها قصده لي قل لي لا تدخل عليها النون وبني ما معنى بني لا يجوز ان يقول يعني بي بي قل بي مرة فلان بي لا تقول مرة فلان بني الا بالعامية العامية عند كثيرين من بلاد العرب الان بيدخلوا النونة الوقاية على الحروف بني نحن منقولها في بلادنا عن الشخص المتكلم ما بقول بي والبني شو بني وكذا خلى وعدى وحاشى قال الشاعر في فتية جعلوا الصليب الههم حاشى يا إني لو إني مسلم معذور وإلحاق النون في لد فيقال لدني كثير ما قولك في إدخال نون الوقاية على أسماء إسا على أفعال فهمنا حكم شكرا صح يجب إدخال نون الوقاية على الأفعال صحيح ما قولك بالحروف المشبهات بالفعل تقدم الحكم إني وأني ولكني وكأني بالخيار ليتني ولعلي بالعكس صحيح طيب ما قولك في إدخال نون الوقاية على الحروف الباقيات لي مني وعني تقدم الحكم ما قولك في أن تدخل نون الوقاية تدخل نون الوقاية على الأسماء لهذا ما سمعنا به أبدا نون الوقاية على الأسماء هو نون الوقاية حتى تطقي الفعل من الكسر لش الإسم بنكسرش لش الجاربش من علامات الإسم كيف ستجد نون الوقاية في بعض الأسماء قال وبها الختام وفي لدني لدني قلة وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي يقول في إلحاق النون في لدن لدن يعني ظرف لدن بمعنى عند عند فلان لدن فلان عند فلان من لدنه ومن لدني فلان يعني من عند فلان هذه تدخل عليها نون الوقاية قال فيقال لدني كثير هي لدن هي لدن بس مسموعة بالفصيح من كلامنا لدني 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 بالتشديد وهذا التشديد من نئجة هذا من نون الوقاية المشددة مثل مني وعني في الحروف طيب إذن وهل يقال لدني سمعت يعني سمعت قال نعم والله وفي الفصيح موجودة وفي الفصيح موجودة عندك على شواهد قال بلى أما في الكتاب العزيز فلم توجد مخففة مع ياء المتكلم وجدت مع الضمير لدنه صح بس نحن شاهدنا وين مع ياء المتكلم قال وفي لدني لدني قلة ولذا قال فيقال لدني كثير وبه قرأ الستة من القراء السبعة يعني قرأت من لدني بالتشديد وتجريدها فيقال لدني بالتخفيف قلة وبه قرأ نافع واحد نقراء سبعة طبعا نحن آخذونا بالقراءات المشهورة تعبدا تعبدا فنصلي ونقرأ الكتاب العزيز بالمشهور من قراءات المسلمين لكن لا نقيم لها وزنا على مستوى التنزيل كيف خوطب المعظم صلى الله عليه وآله باللفظ القرآن يتشأ آخر أقول وفي قدني قد هي حرف حرف تحقيق وقط قيل بأنها مصدر قيل بأنها مصدر وقيل بأنها حرف يدل على الاكتفاء وهي المشهور دخول الفاء عليها بقولك فقط جاء سمير وزيد فقط هذه فا قط بسموها الفاء عاطفة والقط هي مصدر بمعنى القطع انتهى انتهى يعني اقطع بعدم مجيء غيرهما جاء زيد فقط يعني فا نفيت كل مجيء من غيره هذه قط أو قد قد اللي هي حرف حرف تحقيق وقد يكونان باسم فعل الأمر قد يكونان بمعنى فعل الأمر وقد يكونان بمعنى فعال أخرى غير أمرية ولذا قالوا في استعمال قد بمعنى قدني أي كفاني وقال بعضهم بمعنى اكفني قدني مش كفاني بمعنى اكفني إذن شو بصير عندك بصير قد حرف تحقيق وحرف تقليل وقد تستعمل اسما لفعل ماضي واسما لفعل أمري قط المعروف فيها أنها اسم وإعرابها مصدر فهل تضاف النون إليهما أدخلها بعض العرب وقال في قدني وقطني بمعنى حسبي قدني كفاني كفاني أو اكفني حسب ما فسرت لك يا اسم فعل أمر والاسم فعل ماضي اختلاف الحذف أيضا قد يفي شو الحذف أيضا قد يفي يعني يستعملاني بلا نون قال الشاعر قدني من نصر الخبيبين قدي استعمله هون التنتين هون مع بعض قدني من نصر الخبيبين قدي ليس بالإمام أو هي على ما في بالي أني لست لست بالإمام الشحيح الملحدي يمدح زعماء ويذم معرضا بآخر قيل المذموم به المعرض هو المختار وهنا يقول الخبيبين هم أبناء الزبير مصعب وولده أو أحد أبناء الزبير الزبير نعم عبد الله هو عم قول نقيل بينه مصعب وابنه أو عبد الله وأخوه أو ابن أخوه الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وآله وصاهر الحاكم الأول أبا بكر فأخذ تزوج ابنته أسماء أسماء بتكون إخت عائشة أم المؤمنين فأولدت للزبير عبد الله وكان الزبير معدودا منسوبا لآل محمد عليه السلام وكان المعصوم يقول فيه ما زال الزبير منا حتى شب ولده عبد الله وعبد الله أعلن بالبغضاء لأمير المؤمنين ولأبناء علي ومال باتجاهات معاكسة تماما لله ورسوله وكان لا يتورع أصلا عن الانتقاص والانتقاد لمن انتسب إلى علي صلوات الله عليه وهو القائد المتقحم في حرب الجمل وهو الذي شرد بأم المؤمنين وساعده على ذلك أعوان على كل حال وفي الحديث قط قط بعزتك إذا تعرفوا إذا قط قط قالوا هذا الحديث المنسوب إلى النبي في الصحاح أن هذا من قول جهنم مؤلع عز وجل جسم إذا من تورع عن تجسيم الله من بعض المجسمة تورع عن تجسيم الله في الدنيا لكنه جسمه في الآخرة والذين جسموه في الآخرة جعلوا له وجها وجعلوا له للأسف والمسكنة جعلوا له رجلا واحدة ليش لقوله تعالى يوم يكشف عن ساق بس ساق واحد ما فيه سيقان ودعونا إلى السجود فلا تستجيبون قالوا وهذه الساق يتنقل عليها الرب كلام تجسيمي تجسيدي بغيظ مقيط أبعد عن التوحيد إيه ساق واحدة بس ما إيه تنقل على ساق واحدة إيه وله ذنب ومن شاء فليرجع إليها ومن شاء فليرجع إلى هذه الترهات والإسرائيليات والكفريات في توصيف المولى عز وجل قالوا يكشفوا عن ساق هذه الساق الوحيدة وجهنم تبتلع ما ألقي فيها وتقول هل من مزيد وتزعج هناك من كثرة مطالبها فلا تسكت جهنم وكل ما أعطاها الرب عز وجل تقول هل من مزيد فلا تسكت حتى يضع الله تعيطها يضع الله تعالى قدمه في جهنم فترس وتقول قط قط هذا قط قط بعزتك يعني خلص إذا يأتني لأن رجل الله عز وجل وقدمه يمكن تملأ أقطار السماوات والأرض لا أدري أنا ما عندي وحدة قياس لجسد الإله حيث ليس إله ليس بجسدا على كل حال يضع قدمه في جهنم فتكون قدرا بقدر بل وتزيد ولعن الله يزيد وعشان هي بتغص فسعتها صوت غصتها كما حللها بعضهم وفسرها قال صوت غصتها قط قط يعني كيف واحد عم بغص وفي تعبير آخر ورواية إسرائيلية أخرى يقول لا لا قط قط بعزتك خلص يعني أرجوك أرجوك يا ربي معاش أقول هل من مزيد ويروى قطني قطني وقط قط لأنه هذا الحديث وهو اللي يجب يكون فيه الورع الشديد في نقل هذا الحديث بثلاث لغات ورد بثلاث لغات قط قط بعزتك قطني قطني وقط قط دي لا لفظة عزتك وهذا اللي بنقال رواه فلان وفي رواية فلان عن فلان على كل حال أراح الله المسلمين من هذه المنحوسات من الروايات ووحدوا ربهم وقدسوه كما يليق به سبحانه وتعالى عفوك اللهم ورضاك ربنا لا تؤاخذنا بما قال السفهاء من المنسوبين إلينا عصمنا الله وإياكم ببركة محمد وآله الطاهرين الله صلى الله عليه وسلم